بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين نبدأ من هذا الأسبوع موضوعنا الجديد لنوترشن نأخذ بعض الدفينيشن نوترشن is the sum total of the processes involved in the taking and utilization of food substances by which growth, repair and maintenance of the body are accomplished يعني حتى نعتبر أنه هذا نوترشن أو نوترينت زيان لازم ممكن أنه نستخدمه بهذه العمليات عمليات للgrowth, repair and maintenance of the body اذا دفينيشن food anything edible that provides a nutrient إنه أي شيء ممكن إنه أن يؤكل نعتبر هذا food زيان شنوى النوترينت chemical substances in food that can be metabolized to provide energy to maintain repair or build body tissue they include micro nutrients and micro nutrients اللي هسراح نعرفهن شنو الماكرو نوترينت ثم نوترينت are nutrients needed in large amount وهذه تشمل العناصر الثلاثة اللي هي نحتاجها ب large amount اللي تشمل الكربوهيدريتز و بروتيينز وتفات وهذه نعتبرها المصادر الرئيسية للإنيرجي للكالوريس المييقروس ريخ Lunar Neutrients necesitها بسبب كبيرة ووجدت فيتامين و المناريات الديت نعم فضلك عمضة المطلوبات هنا يدخل به عملية ما تفعل و ما تحتاج نرى التعريف الانرجي According to the laws of thermodynamics said that each type of energy can be converted from one form to another كأنما أنه الطاقة لا تفنى وتحول من حال إلى حال In the body, in the medicine, the energy is chemical energy from food is converted أيضا على ضوء القوانين الثرمو ديناميك إنه الكميكال energy from food is converted to mechanical energy and heat The major dietary sources of energy yielding اللي هي energy yielding substances اللي يقلنا هي الميكرو نوتريان which include carbohydrates, fats and proteins الكالوري يعني كوحدة صغيرة It is the basic unit of energy It is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 centigrade at the standard temperature But because the calorie is a small unit, we usually use كيلو كالوري بعض الأحيان نستخدم نفس الوحدة اللي هي كالوري لكن يعني ممكن أنه نبدأ بحرف كابيتال ونقصد بها الكيلو كالوري دائما يعني من نقول أنه هذا المادة تحوي على كذا كالوري فنقصد بها الوحدة الأكبر اللي هي الكيلو كالوري فالكيلو كالوري أو كالوري ببداية كابيتال لتر ما يقصد بما يوجد علم الصغيرة الزواق Python wiąz puedo كباش صغير كباش جوم الجول هذه واحدة الفنينة تم دعو is the work done which is energy expended when 1 kg is moved 1 meter by a force of 1 newton نجيل total calorie content of food ممكن نحسبه باستخدام جهاز هذا الجهاز نسميه pump calorie meter اللي نحرق به كأنما أنواع الأطعمة ونقدر أنه ونعرف فحرق 1 جرام من هذه الـ يعني الـ إذا حرقنا 1 جرام من البروتين شفنا أنه يعطي 4 كيلو كالوري 1 جرام من الـ 9 كالوري 1 جرام من الـ كاربوهيدرات يضطي 4 كيلو كالوري 1 جرام الالكوهول يضطي 7 كيلو كالوري زيان نرغم انه الالكوهول يضطي يعني ايضا كالوري بروديوسين سابستنس لكنه ما نعتبر نيوتريانت ما نعتبر ضمن الماكرو نيوتريانت يعني هذي ملاحظة لازم باعتبار انه نوتزيرشيال كمباوند او فود وبمضار على بقية انواع الفود يأثر على الابزوبشن او او اذا تايبس او فود نيوتريانت بهذا المنطقة يوضع الفود وهذا اكوفة هيتر او اغنشين كويل او وش و check the food يعني من هذه العملية وأكوفة ثرموميتر أيضا يحسب أنه هناك ووتر ويحسب يعني شنو الحرارة اللي تنتج عن الفود من خلالها يحسب its content of calories فمن خلال هذه العملية ممكن أنه نحسب يعني طبعا غالبية الفود هي مو not isolated protein isolated carbohydrate isolated fat غالبا تكون mixture فمن نحط الأيج الأيج شافوا أنه هو مكون مثلا يعني هنا للتقريب أنه 2 eggs تقريبا معدل الوزن مالتها هي 100 gram فمن نجي للبرسنتج مالتها شافوا أنه 2 eggs أو 100 gram of egg يحتوي على 13% to protein 12% fat 1% carbohydrate زيان فإذا أطينا لكم فد مادة معينة وياها الوزن مالتها زيان غالبا مثلا نطي 100 gram أو 100 cc اللي أيضا تقريبا يعني تعتبر gram cc of fluid غالبا يعني تقارب 1 gram 1 cc تقريبا تقارب 1 gram فإذا 100 cc ب يعني بيرسنتج معلومة لهذه الأمور البروتين الفات الكاربوهيدريت نجي الثيرتين بيرسنت من الميتة غرام يعني معناها ثيرتين غرام فالثيرتين غرام نضربها في كل غرام أوبو بروتين إش قد يحتوي أو إش قد يضطي كيلو كالوري يضطي أربعة فنضرب الثيرتين في أربعة حتى نشوف إش قد نحصل كيلو كالوري من البروتين أوبو الأيك زيان 12% فات زيان ونعرف أنه لبروتين خصوصا يعني الصفار مال تلبيض يحتوي على الكوليسترول زيان ف12 غرام في 9 لكل غرام أوبو فات يضطي 9 كيلو كالوري ف12 غرام في 9 مئة واثمانية كيلو كالوري زيان 1% كاربو هيدريت معناها 1 غرام في 4 يضطي 4 كيلو كالوري نحسب هذه الكل إذن 100 غرام أوب إيكس يضطي 164 كيلو كالوري وهكذا للبريد أيضا يكون من 8% فروتين بنفس العملية 2% فات 58% كاربو هيدريت ونحسب لها أنه 100 غرام أوبريد ييلد 282 كالوري هنا 100 cc نوت غرام اللي هي أيضا نحسبها بالغرام يعني تقريبا النطي أخذوها كعرف أنه 1 cc equal 1 غرام زيان فإذا 100 cc معناها 100 غرام إذن المحتوية طبعا الفرق يعني هستطيق لي 3.5% بورتين 3.5% فات 5% كاربو هيدريت وين البقية مال 100% أو 100 غرام الباقي راح يكون ووتر نوت 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 ن ونحسب أنه 100 cc of milk will yield 65.5 كيلو كالوري الكب of milk عادة 200 cc إذن 200 جرام معناها 65.5 ونضربها في 2 ثانيا 1 tablespoonful نطيها حجم 15 cc وزن 15 جرام 1 teaspoonful 5 cc ب5 جرام إذن 1 teaspoonful of oil 5 cc معناها 5 جرام في تسعة 45 كيلو كالوري نجي لـ what is the aerobic and anaerobic pathways of burning of oxygen for the first or second minutes of exercise oxygen has not arrived of the muscles and energy must come from aerobic sources خصوصا يعني بال vigorous exercises راح نعتمد على الانايروبic pathways. After several minutes, aerobic pathways take over and as the exercise continues, there is a constant interchange or use of energy sources which depend on the intensity and duration of exercise, the person's fitness level. هذه عوامل زين كلمة الانتنسيتي اكثر زين بعض الاحيان يعني راح يعني المصادر مالة الايروبك ممكن انه تنفذ فعيضا راح نرجع للانايروبك نرجع للرزيرف of the muscles of collagen مزيلا كلمة الديوريشن ايضا تزيد ايضا راح هذه الخزين ايضا يبدين في The person's fitness الشخص اذا ذو لياقة وخصوصا رياضيين اذا كان عندهم فالتمرين يعني زادت لياقتهم يكونون يعني يقدون انه يطاولون بدون ان يصابون بالفتيق وبدون ان يحتاجون انه التحويل الى الانايروبك باثويز وبعدين يصيعدهم الفتيق On the type of food eating او انه ماخذين الفوت قبل التمرين ايضا يقلل من هذه العمليات Short term وهي انتنسيتي اكتيفتيز اه اه اكزامبل يعني هنا اه اه ناخذ انه اه الرياضات اللي تحتاج اه اه اي انتنسيتي اكتيفتيز فور شورت تيرم مثل اه اه ركض لمسافات قصيرة خلنفرض السباق في ركض الميت متر مثلا rely mostly on the anaerobic pathways هنا حتى تقريبا يعني الايروبك باثويز راح ما يلحق يعني الميت متر نشوف انه اه بثواني قليلة زيان اه يجتازوها قبل انه يبدي الايروبك باثويز فيعتمد على اه لياقتهم على تمرينهم زيان فعدهم اه ريزيف كافي and only carbohydrate from muscle glycogen فهذا المصل glycogen هذا خزين ممكن انه يطور بالتمرين هو بالغذاء المناسب while in exercises of low to moderate intensity is supported by aerobic system هنا يعني الى ركض لمسافات اطول زيان او اه كذا كيلو متر مثلا هنا ما نقدر اه يعني هو رياضي مو من الصحيح انه اه يركض اه بكل طاقته مثل اه ما يفعل ابو الميت متر زيان لانه راح يخلص خزينه راح يصاب بالاعياء وبعد ما يقدر يكمل فهنا اه عادة يستخدم low to moderate intensity زيان اه ويحاول انه اه يعني يعني يعتمد على الخزين ماك تيخلي الى اخر السباب اه سببت بتاعي مو مثل ما بالشورت اه تيرم اللي يجلنا يعتمد على الااااااااااااااااا اكثر فاتس ار انه امبورتن ايجي سورس إذن إحنا غالباً الفات موجود بالبلد وموجود أيضاً حتى بالمصل المصل تاريج السوايد ضمن الخزين يحول عليهم هذه النشاطات لأن الأفاتي السوايدات الموجودة في الناس وإستخدامهم لأسفل المصلات والأسفلات الموجودة للمشاركات الموجودة الأفاتي السوايدة أصبح الأسفلات الموجودة الموجودة فإذن الشخص اللي هو هاف سيدنتر من الموجود يعني راح يوصل إلى هذا المصل الفاتيك بشكل أسرع من الشخص اللي هو فت while the physically fit person has a higher aerobic capacity more fat than glycogen is used وهذه يعني حسب الثواني زين واستهلاك الـ ATP إنه 6 seconds ATP stored in muscles يوز زين لكينا هذي تعتمد على anaerobic 10 seconds ATP from karyatine phosphate and ADP direct phosphorylation وهذه أيضاً ضمن الـ anaerobic 30-40 seconds glycogen stored in muscle is broken down to glucose which is oxidized to generate ATP by aerobic pathway يعني من نصل تقيباً المنت end of exercise هذه أيضاً تشمل نفس هذا الـ pathway hours by long duration of exercise ATP is generated by a breakdown of several nutrient energy fuels by aerobic pathways وهنا قلنا الاعتماد رح يكون على الفاتي أسد not only glycogen نجي إلى موضوع آخر اللي هو total energy requirement شون نحسب شنو حاجتنا من الـ energy ونحدد شقد حاجتنا من الفوت this depends on summation of factors يعتمد على الـ basal metabolism أو basal metabolic rate والـ physical activity شنو العمل مالتنا وشقد الـ activity اللي ضمن هذا العمل نزيان فما يصبح نساوي مثلاً الـ student ويا العامل بالمصدر أو عامل بالمعمل نزيان الميل والـ female أيضاً تفرق specific dynamic action of food حتى الطعام أكو فالطاقة تبذل زيان راح نشوف إنه إشقد الطاقة التبذل طبعاً في عمليات الهضم وعمليات الـ absorption زيان هذه كلها تحتاج إلى طاقة فراح نشوف إنه أكو فرقات بين الفات والبروتين والـ زيان أكو فاكترز الغوث يعني يحتاج إلى طاقة يعني إضافية الـ برقنانسي أيضاً اللاكتيشن الشخص إذا فبرايل يعني راح نشوف إنه كل يعني صعود عن النورمال تمبرتشر أكو فاد بيرسنتيج أو كالوريز نحتاج حتى نغطيها فرافلي الـ الـ هذا القاعدة العامة مالتنا زيان بدون الـ يعني نيدز إنه البيزل الميتابوليكريت الطاقة الأساسية وهسا راح نعرف البيزل الميتابوليكريت زائداً شنو الاكتيفتي مع الشخص الفيزيكال اكتيفتي زيان زائداً الثيرميك افكت أو فوت قلنا إنه حسب نوع الطعام أكو فالطاقة تبذل للهضوم للتح الميتابوليك كيميكال ريكشنز للأبزوبشن للترانسميشن فناخذ أول شي البيزل الميتابوليك ريكو ماذا هو الميتابوليك ريكو لكن هذه أيضاً طلعت بها جهد وطلعت بها energy أو كالوري كونسفشن تعتبر بوست هذه فأكو فأكو بايماري فاكترز وأكو سكندري لحالات خاصة فالبايماري فاكتر الشخص السيرفيس الـ age in children less than 2 years have higher basal metabolic rate than older people بعتبار انه is in a growing state وقالنا الـ growth يحتاج الى زيادة بالكالوري اخرى في بيوبارتي حسب الطول أو الجندر أو الوزن لكن this man or this woman when get older شافوا أنه لكل عقد بعد يعني خلنوا فرض بعد الثلاثين يبدو الثلاثين الثلاثينات يحتاجون إلى calories more than the fourteen الأربعينات يحتاجون إلى calories شافوا أنه يقل بحوالي 2% لكل decade of life due to fat accumulation and decrease in body mass راح نشوف أنه كلما الشخص مسكولر المصل تحتاج إلى energy more than the other tissue يعني with older in age الشخص كلما يكبر بالعمر راح تستبدل هذه المسكولر tissue بـ fatty tissue الـ endocrine secretion حسب الشخص نحن بالـ primary factors نتكلم عن النورمال لكن ممكن أنه الفيسيولوجيك activity كفة فرقات بالهرمون من الأمور المهمة التي تأثير على الـ consumption 75% الـ الـ growth hormone زين أيضا يعني بما أنه أكيد راح يأثر أو يزيد قضية الـ growth وهذا أكيد راح نلقى بتشدرن خصوصا نقريز البيرز المتابول المتابولي ريت حوالي 20% Sympathetic stimulation والنورادرنالين في حالات السترس والسطرين والأموشنال فاكترز وبإذن مثلا باسال متابولك رائد السيقس هرمون أستروجين برجسترون وغيرها فلقتواتين أو باسال متابولك رائد لسترول Cycle فنلقى مثلاْ night the mid-cycle decrease the basal metabolic rate and increase by about 7.7% in post-ovulation بعتباري with the hormonal activity البody composition مثل ما ذكرنا أنه المسكولى tissue need more calories while the fat tissue need less calories لذلك أن كل ما الشخص become older in age راح يحتاج أو راح يقل كل عقد من عمر by about 2% 20% increase in basal metabolic rate in the third trimester due to tightness of the abdomen and due to hormones خلصنا من primary factors نسجل secondary factors اللي هي pathological factors كنما في النترitional status شافر ونسجل منترسي and the long starvation this may lead to 50% decrease in basal metabolic rate as an adaptive mechanism السليب lead to decrease by about 10% in basal metabolic rate الفيفا increase basal metabolic rate by 13% for each one centigrade يعني هذي المفروض احنا نحسبها للاشخاص يعني خصوصا اذا الحالة مو يوم يومين الشيء يطول زيان فانه لازم يعوض المريض كل كل ون سنتيغرد نزود كالوريز by about 13% عبو الـ 38 مثلا ونص يحتاج 13 عبو الـ 39 ونص يحتاج 26 وهاكذا أو above the 37 سنتيغرد نعتبرها هي المسل تون اناثلتز انكريز مسل تون قلنا هاي كموسكولار تشو او انكريز بيز الميتابولك ريت ديوتو مور اوكسجين كمسوبشن دورن مسل كونتاكشن كلايمت ادكريز انكليمت ليتو انكريز انهيت لوس طبعا هذي الفاكتر اقل يعني من يعني حاليا احنا بهذا العام الخامس والرابع ما نحتاج ما نحتاج فقط عن باثولوجيكال فاكترز لكن اقل من البرايماري فاكترز زيان ف باللو كلايمت تنفيرتشر بالمناطق الباردة ليتو تون كريز انه هيت لوس زيان يبدو الجسم يفقد من حرارة بهذه المناطق ليتو نكريز بازل ميتابوليك ريت بالمناطق الاكثر بودة فشافوا انه بالاسكيمو انه يعني يحتاجون الى مور كالوريز كلايمت اضافي اضافي افريكا ملي دو دا كريز ان بازل ميتابوليك ريت فالمعادلة تختلف بالنسبة للميل أو للفيميل بالفاكتر اللي نضرب به فالايديل بادي ويت وهذه بجداول أو أكو معادلة مثلا يقل لك أنه أيضا بعض الأحيان يعتمدوها أنه الطول ناقص 100 قد يطينا فدوف حساب أبل 170 مثلا الايديل بادي ويت 70 أبل 180 نقدر نعتبر 80 لكنه وأكو جداول خاصة زيان يعني بكتب التغذية تطي لكل للميل طبعا جداول خاصة وللفي ميل جداول أخر زيان لكل أيج أند ويت إيش قد الايديل بادي ويت يعني هذي تكون أكثر دقة هذه الجداول فإذن فإذن الايديل بادي ويت يعني إحنا عادة بالأسئلة نطيكم السؤال من نقول هذا هذا الوزن غالبا إذا ما طيتكم الايديل بادي ويت هو هذا اعتبر الايديل بادي ويت فإذن الايديل بادي ويت بالكيلوغرام في وين كيلو كالوري بادي كيلوغرام بادي ويت حاجة من الكالوريز لكل كيلوغرام لكل ساعة زيان أنا عادة أحسب لليوم كله فإذن أضرب هذا أيضا في 24 ساعة حتى أشوف حاجته من الكالوريز ليوم واحد بالنسبة للفيميل الوين كيلو كالوري بير كيجي بير أور أستبدلها ب 0.95 إحنا قلنا الفرق بين الميل والفيميل حوالي 5 إلى 10 بالمئة فإحنا أخذوا إنه الخمسة بالمئة أيضا الايديل بادي ويت في 0.95 كيلو كالوري بير كيجي بير أور في 24 أور نجي العامل الآخر المهم اللي هو الفيزيكال اكتيفتي شنوش يعمل هذا الشخص تكالكورات كالوريز باي فيزيكال اكتيفتي ايضا باي انيرجي ركو 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 ان اكتيف بيرسون في البيز الميتابوليك ريت نحسب بواسطة بيرس الميتابوليك ريت في الفيزيكال في الاكتيفتي فاكتر النتيجة من هذا الضرب البيز الميتابوليك ريت بالاكتيفتي فاكتر زيان راح ينتج برقم يعني هسه راح نشوف انه مثلا هو خلنفرض يحتاج الفين الفين كيلو كالوري في اودي اضرب ها في واحد ونص هسه نشوف احنا هذه الارقام هذا الواحد ونص اعتبر اكتيفتي فاكتر راح تكون مثلا وتساوي الفين في واحد ونص 3000 كيلو كالوري زيان احنا سابقا قلنا المعادلة الرئيسية اشتشمل البيزر الميتابوليك ريت زائدا الاكتيفتي فاكتر زائدا الثرميك دايناميك افكت هس احنا ما وصلنا على ف هذا الرقم اللي راح ينتج من خلال هذه المعادلة بس تنتبغ الى الآن بالسنية السابقة صار اكو خطأ عدة الطلاب يعتبر هذه 3000 هي ناتجة من فقط الاكتيفتي او الاكتيفتي فاكتر احنا نقول بيزر الميتابوليك زائدا اكتيفتي زائدا الثرميك دايناميك فالنتيجة هذه تنتج تشمل الواحد اللي هو بيزر الميتابوليك كأنما زائدا الالف الزادت هي الاكتيفتي كأنما الاكتيفتي فاكتر فإذا البيزر الميتابوليك ها يتزاعد الاكتيفتي فاكتر راح تكون 3000 بعدين ازاود عليها الثرميك دايناميك هس ناخذ اه شافوا انه قسموا هنا طبعا باختلاف المصادر راح نبطيكم شافوا انه مثلا الاعمال الخفيفة الميل راح يحتاج 1.6 يعني كأنما الون هي تعتبر البيزر الميتابوليك وأكو زيادة 60% زين هذه للميل للفيميل 1.5 بالمدرية اكتيفتي 1.7 بالفيميل 1.6 زين ال very active الميل يحتاج equal and more than 2.1 زين يعني يحتاج تقريبا اكثر من المية بالمية زيادة عن البيزر الميتابوليك ريت يعني هاي ال very active workers جماعة المصادر المصادر الليبر زين الفلاح اللي يبدو الجهد مثلا بالأرب الفيميل الفيميل with very active work need 1.9 and more يعني هذا الفيزيكال اكتيفتي او الاكتيفتي فاكتر فشاف انه according to this type of activity sleeping مثلا اذا حددناها هذه الامور ممكن نعتمد على هذه التقادير زين بالسليبي no activity بالميل وبالفيميل 1 زين يعني يبقى البيض الميتابوليك فقط lying زين but not sleep 1.2 بالفيميل ايضا 1.2 office working الميل 1.7 الفيميل 1.6 يعني تقريبا يعني نعتبرها ضمن moderate activity working slowly شوف انه الworking slowly لمثلا نص ساعة اكثر يضطي مثلا 2.8 بالميل بالفيميل ايضا 2.8 laboring 3.2 العم على الشاقة بالنسبة للميل و 2.9 للفيميل اكثر كبه 4.19 اكثر للمواes اكثر 5.9 اكثر ton اكثر 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 الخيار إن استخدام المعادلة للأنسب. هنا راح تكون البيزر الميتابوليكريت مقدارها واحد مثلا ألفين مثلا ألفين زائدا الألفين في 30% راح تطلع لي هذه بشكل يعني مستقل. إنه البيزر الميتابوليكريت يعني ألفين في 30% يعني تقريبا تطلع 700 كالوكالوري بشكل مقارب طبعا نشوف إنه أكو فروقات يعني بالحسابات يعني باختلاف المصادر حقيقة وهذا اختلاف المصادر تعني أيضا اختلاف بالبحوث الناتج عن هذه في اللايت اكتيفتي هنا محددين يعني مهن معينة اللوير يعتبر ضمن اللايت اكتيفتي دكتور تيتشار شوب ويركا هاوس كلينيك مزيان 30% زائدان هنا بالقانون رح نرجع لل تي اي اف نحسب ثيروميك دي امك اكتيفتي دي اي ثيرومي زيان المدرات 50% البيزر الميتابوليكريت مثل الاندستيريال ويركا فارمار سيتيودنت سولجر النوت اكتيف سيريس طبعا مو بتجبهة مثلا هاوس وايف كارنج الود انت سايكلين هذي نعتبرها فهنا رفلي نزيد البيزر الميتابوليكريت 50% هاذي اكتيفتي 75% 200% بيزر الميتابوليك ريت مثل اغريكالتشا ويركاو يعني الاعمال الشاقة بالزراعة انسكولد ليضرر اكو فرق بين الاستطى بالعمال البنان مثلا والعامل اللي جوا ايده فالعامل راح يكون الجهد اللي يفذل من قبله اكثر من الاستطى العامل ماين ويركاو working with لورد ابرل اللي شايل حمل ويصعد بي زيان هذا اعتبر هاف هافي اكتيفتي فهنا زود 75-100% رافيب شافوا بالدراسات انه المنتال اكتيفتي doesn't appreciably affect the energy requirements فاذا ما تأثير بشكل كله نجي للعامل الثالث اللي هو specific dynamic action of food او بعض الكتب السمي thermic effect of food او diet induced thermogenesis زيان whatever the name it is the extra energy released due to the works of digestion absorption metabolism transport زيان هاذي كلها اللي هاذي العمليات بعضها يعني حتى بالمعادلة يكتب لك تحتاج الى energy زيان واكو يعني مثلا الترانسبورت يكون passive واكو with energy فإذن هاي الانيرجي يحتاج انه نحسبها reach its maximum level 3 to 5 hours after ingestion of food اذا تصعد بعد الطعام وتوصل الى اكثر الحاجة الى حوالي 3 الى 5 ساعات this effect is not equal for all types of food مو متساوية فلقينا بالبروتين نحتاج الى طاقة 25 الى 30 بالمئة اضافيا ضيف كالوريز بالكاربوهيدرات 6% بالفات نحتاج only 4% of basal metabolic rate اذا ما ذكرنا نوع الطعام بالسؤال مالتنا او بالحسابات من نريد نحسب للشخص اللي يقل لنا حسبو لنا الكالوري مالتنا اذا ما قدر يحدد انه الطعام مالتنا من نوع معين وهو عادة ما عدنا شخص يعتمد فقط بروتين فقط كاربوهيدر عادة mixed دايت فإذن هذا يكون من 10% ناخذ الفد off استماش فد 10% of basal metabolic rate ناخذ هذا المثال calculate the total energy requirement of a fourth year medical male student whose ideal body weight is 60 kg moderately active male يعني هنا مطينا كمعطاء انه هذا مدرية active male او student احنا شفنا ضمن ما شفنا ضمن المدرية activity فنحسب البيزل metabolic حسب معادلتنا انه ideal body بالسؤال 16 kg في 1 kcal per kg per hour 24 ساعة انه يحتاج لكل يوم 1440 حسب هذه المعادلة البيزل metabolic with physical activity قلنا المال with moderate activity 1.7 لل female 1.6 فإذا هنا مال 1440 في 1.7 تطلع 2448 kcal per day total او thermic effect of food 10% لل 1440 10% لل basal metabolic rate ننتبه انه نحتاج ناخذ من basal metabolic rate ما اخذ من بعد الثير اكت physical activity هذه غلط زيان 1440 في 10% يعني هذه مجرد انه احط point مزيان فصارت 144 kcal per day اذا total energy requirement راح تكون مكونة من البيزل metabolic rate زائدا physical activity هنا صارت برقم واحد اللي هو 2448 مثل ما تكلمنا عنها سابقا لان الواحد point 7 مكونة من واحد يعني اللي هو 1440 اللي هو البيزل metabolic rate زائدا زيادة high 70% زيان اذا 2448 زائدا 1440 وتساوي 2588 كيلو كالوري بير ديت هذه total energy requirement الاذر فاكترز راح نأجلها على المحاضرة القادمة زيان نضيفها لها لانه شفنا انه ظاهر الوقت زاد عن ما حاسبي له نشكر لكم حسين استماعكم واي سؤال ممكن انه على الكلاس وترسلونا حتى نجاو